اهلا بكم اعزائي المتابعين معاكم الدكتور تامر النهاردة هنعرض شوية اشعة مقطعية للصدر لمرضى كورونا وهنحاول كده نشوف ايه الحاجات اللي فيها وبرضه ممكن نشوف اكس ري كمان لمرضى كورونا والفيديو ده موجه للاطباء فقط وفي البداية انا مش متخصص او الفيديو ده مش معمول عن الاشعة المقطعية على الصدر ككل انا عامل بس ريفيو سريع كده لبعض الحالات اللي شفناها كورونا وبنشوف فيها ايه في البداية هنشوف مع بعض الفيديو اللي قدامنا ده عشان بس نعرف المقاطع بتظهر ازاي ده فيديو الاشعة المقطعية ممكن تجيلك على سطوانة كفيديو او ممكن تبقى مطبوعة زي ما هنشوفها بعد شوية المهم ان نحن لما بنشوف الفيديو ده مثلا دي كده بداية الرئتين من فوق الحتة السودة دي لما بنمشي بنشوف الرئتين لونهم اسود والحاجات اللي جوه دي دي فاسكوليتشر او ردة او شرايين طبيعية والرئتين هنا شكلهم كويس جدا انا بوريك الطبيعي عشان بعد كده هنشوف اشعات تانية فيها تأثير لفيروس كورونا فهنا زي ما احنا شايفين برضو الرئتين كلها طبيعة هوا ما فيهاش اي مشكلة هنشوف الطبيعي الاول وبعد كده نشوف اللي مش طبيعي كل ده طبيعي كل ده انا شايف رأي الشخصي ان ال CT دي دلوقتي طبيعية ما فيهاش اي مشكلة وطبعا انا مش اخصائي صدر ومش اخصائي اشعة لكن ال CT غالبا دي طبيعية اللي هيبدأ يظهر هنا في الناحية اليمين هجاب الحاجز اليمين عشان الكبد الناحية دي بتظهر الاول بعد كده اللي بيظهر الناحية دي بقى الاستمج والجاز والناحية التانية ما فيش مشكلة خالص كده الرئتين اختفوا تماما يعني لو جينا من الاول نشوفهم هنشوف ان الرئتين بتظهر الاول من فوق الحتة دي من الاعلى اهو من هنا كده الاعلى وبنفضل نزلين لحد تحت تحت مع المقاطع لحد ما نوصل لحد الكبد والبطن يعني عموما وانا شايف ان الرئتين دول كده انا شايف ان هم كويسين ما فوقمش مشكلة تمام كده لو جينا بقى كمثال شوف معايا بقى كده بص هنا اللي بقى اللي بدأ يظهر ده شوف منظر الرئتين في السيتي ده هناك كان دول اسود وبس كان فيهم الابيض هو الايه البلود فيسلز بس لكن هنا شايف الجراوند غلاس Ohopacity طبعا ماسك الرئتين بحرم زي ما انت شايفه الجراوند غلاس الباستي دي هي الباستي يعني حاجة بيضة لكن بتوريك اللي وراها يعني مش عاملة زي القلب يعني مثلا القلب ده لو كان جوة الرئة هنا ما كناش هنقول عليه الجراوند غلاس الباستي لانه كان هيخفي اللي وراها لكن هنا الباستي اللي موجودة في اللنج الى حد ما بتقدر تشوف اللي وراها برضو فهنا الجراوند غلاس الباستي مالية الرئتين زي ما احنا شايفين بشكل عنيف جدا دي حالة سيئة جدا لمريض كورونا زي ما احنا شايفين كده الرئتين من فوق لتحت مليانة أو النومونيا أو لو جينا نبص على المريض تاني نبص كده لو انت ملاحظ معي لحد كده انا شايف ان الدنيا ماشية كويس الرئتين كده كويسين لاحظ معي كده انا برضو لحد دلوقتي كويس يعني انا شايف ان هنا دي الحتة اللي هنا فيها وباسيتي بسيط كده اه بص بقى بدأ يزيده شوية لاحظ معي شايف ان فيه هنا بدأ يبقى فيه هنا وباسيتي وهنا باتش زي كمان وانا شايف كده ان دي كلها جراوند جلاس وباسيتي انا شايف ان ده مش طبيعي شايف انت بقى المنظر دلوقتي بقى الجراوند جلاس اوباسيتي مالية الرئتين تقريبا بص وهو بدأت تبقى عنيفة بقى في منطقة كمان معينة هي اللي بادي يظهر الشادو ده ده بتاع الحجاب الحاجز ديفرام ما فيش مشكلة لكن الجراوند جلاس وباسيتي هنا تبقى نحية تحت اكتر يعني في الراجل ده او في الست دي اه شايف كل دي جراوند جلاس وباسيتي في الست دي الطب او الرئة من فوق كانت معقولة شوية كل ما ننزل لتحت نلاقي الجراوند جلاس وباسيتي بدأت تظهر والرئتين زي ما احنا شايفين بقى كل ده بدأ الباتشز تظهر والجراوند جلاس وباسي تظهر وتتركز كمان في المنطقة دي اهي وهي كلها عموما مش كويسة لو جينا نبص على العيان ده هنلاقي برضو من الواضح ان هي من بدايتها من فوق عنيفة برضو فيها جراوند جلاس وباسيتي والباتشز اهي من فوق لو انت شايف مش مش زي اللي فاتت مش زي الطبيعي هوريك الطبيعي برضو شايف كل دي طبعا سيئة جدا الحالة دي زي ما احنا شايفين جراوند جلاس وباسيتي عنيفة في الرئتين من فوق لحد تحت اظن مش محتاجة كلام طبعا خلاص الحجاب الحاجز والابدومن بقى بيزهر ده الارجاز تقريبا بتاع الاستومك او كولون يعني حاجات في التحت بقى خلاص مش تابعنا دلوقتي ده مسلا مثال تاني زي ما احنا شايفين هنا الى حد ما معقولة بس طبعا حاسسة هون هتبدأ فيه هنا بياض هيزهر باتشز هتزهر او تمام زي ما انت شايف كده دي باتشز هي بدأت تزهر راوند جلاس وباسيتي وبدأ فيه هنا سنة هي هتزهر نتابع مع بعض او تمام شفت بقى هنا بدأت وهنا زهرت كمان هي تمام تمام كده منظر المنظر بقى كله مش كويس الرئتين تقريبا كلها كده مش كويسة تمام كل كده دي باتشز طبعا جراوند جلاس اوباسيتي زي ما احنا شايفين على الرئتين تشايف انت خلاص كده بقى المنظر عنيف جدا متركز اكتر هنا ناحية وراء زي ما احنا شايفين موضوع سيء جدا في هذا المريض ده مريض اخر لكن الصورة جاية بالعكس جاية من عند الابدومين الاول وبعدين هنطلع على فوق وطبعا زي ما احنا شايفين برضو الاوباسيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتي زي ما احنا هيفين هنا باتشيز وهنا باتشيز. بس الحالة دي مش سفير زي الحالات اللي فاتت ت şu هنا برضو ب��— partnerships أكترها هنا. إنما باقي الرئة لحد ما معقولة شوية. زي ما هيفين أو برضو صغير اى صغير مؤجرة BU هنا وهنا. فزي ما شفنا الباتشيز في الحالة دي موجودة برايفرunivers overwhelm بEEP تد distress فجنت ranching byishes باتشي مع مaciónajes مش لديما الأسبوع فزي ما شفنا الباتشيز في الحالة دي موجودة بريفرل. لكن الحالة مش عنيفة زي الحالات اللي شفناها قبل كدا. تتكلم عنه لاني مش متخصص قوي لكن بيشوف يعني كمية الباتشز قد ايه وتأثيرها على الرقة عشان يقول ان بتاعي خمسة فيبقى انها كورونا ولا اربعة اقل شوية ولا تلاتة اشتباه ولا اتنين حاجة بسيطة او لا او اي تشخيص اخر ولا واحد مفيش وها كزا في يعني معمول لكن عموما احنا بنشوف عشان نشوف الباتشز وخلاص ونشوف هتشوف ايه بتاع عيان عنده كورونا ويكون الكورونا اثرت على الرقة بتاعته لان زي ما احنا عارفين ان معظم الناس اللي عندهم كورونا مفيش تأثير عليهم الحمد لله ونسبة بسيطة هي اللي بتتدهور ويحصل مع الكلام ده لو جينا نشوف هنا الاشياء المقطعية دي برضو نوقف هنا كده الى حد ما الرقة للنحية دي دي سليمة شوية لسه مش عارف الا يظهر لكن هنا بدء يظهر باتشز في البريفري هيه اه تمام ظهرت البريفري هنا جامد الباتشز وهنا برضو بدء يظهر باتشز اهي لو انت باخد بالك جراوند جلاس وباسيتي طبعا بدأت ظهرت خالص هنا وهنا برضو بدأت تظهر وبعد كده الموضوع بدأ ياسوق زي ما احنا شايفين هنا وهنا خلاص كده الموضوع بقى وحش جدا والباتشز الجراوند جلاس اوباسيتي بقت مالي الرقة ناحية تحت الرقتين الشادو اللي بيظهر هنا ده بداية الحجاب الحاجز ما فيش فيه مشكلة خالص اهو وابداية الحجاب الحاجز من ناحيتين لكن المشكلة كلها في الرقتين زي ما احنا شايفين الحالة برضو شوف معي بقى تاني الاشعة الطبيعية عشان تعرف الفرق بين اللي احنا كنا بنشوفه والسيتي الطبيعي شوف معي بقى السيتي الطبيعي يعني شوف الرقتين اسود ما فيهمش حاجة من جوه حاجات الفاسكولاتش العادية بص الحد واضح ازاي مفيش الجراوند جلاس اوباسيتي ديها عشان تاخد بالك منها يعني والموضوع بالممارسة انا لحد دلوقتي هنا مش شايف حاجة اهو والرقتين كلهم شكلهم اسود لونهم اسود ما فيش حاجات بيضة كتا كتير زي اللي كنا بنشوفه هناك دي طبيعية خالص الى حد كبير ان شاء الله كمان العيان عنده كورونا مسلا دي اكس ري انا شايف ان هي طبيعية طبعا انا عامل فيديو على الاكس ري ازاي تقراه اه هنا مسلا تقول انك زي هو انت شايف هنا الكوستوفرينيك انجل دي كويسة والكوستوفرينيك انجل دي كويسة الرئتين الى حد كبير كويسين اهو زي ما احنا شايفين ما فيهمش مشاكل خالص فانا بوريك منظر طبيعي عشان بعد كده هنشوف الاكس ري بتاعة العيان اللي عنده كورونا والكورونا مؤثرها على الرئة بتاعته ونخلي بالنا زي ما قلنا ان في عيانين عندهم كورونا وما فيش اي تأثير عليهم فدي اكس ري طبيعية طب شوف معايا دي بقى طبعا متضمرة وطبعا في الحالات دي هو اضك وهنشوف فيه افضل لكن عموما دي طبعا اكس ري طبعا كلها باتشي جراوند جلاس اوباسيتي زي ما احنا شايفين اهو يعني اوباسيتي مش مش عاملة زي دي كده دي طبعا زرائر غالبا في الحاجة اللي الرجل اللابسها او حاجة لكن الاوباسيتي بتبين لك اللي وراها وفي نفس الوقت موجودة فشايف انت الراوند جلاس اوباسيتي الرئتين هنا طبعا مش زي دي خالص فانا بوريك الطبيعي عشان نعرف الفرق بينها وبين اللي مش طبيعي شوف معايا دي مسلا بغض النظر عن ان العيان مش واخد نفس او باخد نفس سيبك من كده لكن شايف الاوباسيتي الرئتين مش مش كويسين خالص شايف هنا مسلا برضو الناحية دي متضمرة خالص الناحية دي فيها نصها هو في باتشيز ونص ده اللي معقول شوية وطبعا انا باعتذر عن جودة الصورة لكن ده المتاح دي حالات احنا شوفناها بالفعل مسلا عيان زي ده برضو الاكسيري بتاعته مش كويسة والباتشيز موجودة في كل حتة في الرئة اهي وده برضو عيان برضو في باتشيز ده برضو عيان لو انت شايف في باتشيز اهي كل دي باتشيز بتاعت النيمونيا هنا برضو العيان ده مش كويس برضو الباتشيز مالية للشيست وهنا برضو نفس النظام هنا كمان برضو جراوند جلاس اوباستيز مالية الشيست كلهو يعني نفس الفكرة اه شايف انت هنا الوباستيز الجراوند جلاس اوباستيز الوباستيز دي الحتة البيضة دي مالية للشيست على ناحيتين وحتى مش قادر تشوف تحت الكوستوفرونيك انجل الزاوية السودة اللي تبقى هنا مش باينة وهنا مش باينة من كتر الانفلتريتس اللي موجودة في الشيست طبعا كل حاجة هتيجي بالممارسة انت لما تشوف اكس ريجز كتير تقدر تقول دي كويسة ولا مش كويسة وزي ما قلنا سي تي افضل كمان فلو مثلا شفت دي وبعدين تشوف دي طبعا الفرق واضح جدا في حاجة حابي بقولها بس لما حد يوريك سي تي مطبوع زي كده في حاجة مثلا اسمها بون ويندو يعني صورة بتبينلك العظام بشكل افضل اكتر من الرئة فدي كده غالبا يعني بون ويندو تلاقي الرئة مش باينة كلها سودة وخلاص ما انتش عارف تشوف البلد فيسلز اللي جوه وتفاصيل الرئة مش واضحة لان دي غالبا بون ويندو حاجة تبينلك العظام لو عايز تتطمن على العظام فانت تبص على اللانج ويندو اللي هي فين بقى اللانج ويندو اللي هي دي اللانج ويندو تبص فيها تعرف تشوف البلد فيسلز اللي جوه دي فتعرف تشوف تفاصيل اكتر في اللانج فعلى سبيل المثال في العيان ده لو جينا نبص كده يعني انا لحد دلوقتي مش قادر احدد انفلتريتس شديدة ولا حاجة هنا جايز يعني فيه شادو اهو هنا هنا فيه شادو بسيط اهو فيه هنا شادو بادئ يظهر شادو يعني هنا مثلا شوية شوية هنا شوية فيه هنا مثلا باردو لكن بسيط فالعيان ده حتى لو هو عنده افكشن في التو لانجز هنا وهنا لكن الافكشن بتاعه بسيط لان هنشوف بعد كده سيتيهات هتعرف الفرق يعني ده الى حد ما فيه افكشن بسيط او يمكن يكون ما فيهوش افكشن او انا مش واخد بالي كويس لكن انا بقول ان دي باتشز بسيطة زي هنا وهنا وهي وهنا شوف مثلا معي انت بقى اهو ده اللي بتكلم عنه الفرق اكيد انت لو شفت دي بقى مش هتقول زي التانية يعني هناك انا بقول هو فيه باتشز ولا ما فيش لكن هنا بص من اول فوق خالص ادي باتشز على يمين وباتشز على الشمال باتشز هنا وهنا وهنا تبص هنا منظر عنيف الرئة مش سودة زي التانية اهو كل دي باتشز فدي حالة سيفير لحالة سيفير كورونا او سيفير جراوند جلاس أوباسيتي مالية ده هنا السكور بيسموه بيدي سكور بقى من واحد لخمسة او لستة فده السكور بتاعه تلاتة انا مش هعارف كلم على انهي حالة من اللي انا شفتهم لكن انا بقولك ان السكور بيتكدب كده يعني بيبقى ويديك رقم تلاتة اربعة خمسة ستة كده برضو لو شفنا مع بعض دي هتلاقي برضو ان فيه اوفيكشن اهو فيه برضو لو انت شايف الله بياده كله وبرضو الحالة سيفير مش كويسة اهو كل دي لكورونا وطبعا السي تي مش بيشخص كورونا مية في المية لكن لما نشوف حالة زي دي في وقت زي اللي احنا فيه الجائحة موجودة وكورونا موجودة يعني غالبا غالبا بنسبة خمسة وتسعين في المية ان الحالة دي طبعا كورونا لو جينا نبص مع بعض مثلا على الحالة دي هنا مثلا انا شايف ان هي كويسة يعني هنا بدقة كويسة اهو بدقة انا هكبر شوية وهنا كويس كويس انا مش شايف حاجة بصراحة لحد دلوقتي كويس زي ما احنا شايفين مفيش في شادو مفيش حاجة لحد دلوقتي كده المقاطع دي يعني هنا كده بيبقى من فوق من اول فوق من عند الكتف وتنازل على تحت لحد دلوقتي انا مش شايف حاجة كل ده طبيعي 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 يعني مش شايف حاجة طبعا الاضاءة طبعا اللي مصور الموبايل فلاش فمش شايف حاجة اللي هنا كده بيبقى بداية الشادو اللي هنا يعني انت شايف هنا كده في حاجة كده ده بداية الشادو ده عشان الحجاب الحاجة زيبدأ يظهره كل مقطع بيزيد هنا بدأت ظهر اكتر هنا اكتر وهكذا. فانا شايف ان دي مسلا طبيعية. وطبعا انا مش متخصص لكن ده اللي انا شايفه. دي برضو تانية هي. طبعا خلاص انت تعرفها بقى مفروض. يعني لو مش بصيت هنا على هنا كويسة دي كويسة. لكن تبص هنا شايف انت بقى موجودة في اهو اهو. هنا وهنا. وفي هنا برضو طبعا التصوير مش كويس لكن اللي بعت للصور واللي شفناه وكده صورناها لكن طبعا وطبعا دي حائرة كورونا. لو جينا نبص على حالة زي دي مسلا. الحالة دي من فوق كده انا شايف الاستقامة بتاعة الحاجز بين يعني مش كويسة. يعني انا شايف ان دي وهنا الناحية التانية في هنا اهو. يعني دي ابكة الحتة فوق في من فوق. انا شايف ان هي هنا برضو مكملة لحد تحت شوية. هنا بسيطة اهو. يعني بعد كده الى حد ما هنا معقول شوية. ولو ان ممكن يكون هنا اوباسيتي. الفكرة يعني ان فيه تحت بقى لو بصينا هنا كده فيه اوباسيتيز جديدة تزاهرة تحت. الباتشيز اللي هي الكبيرة دي. برضو جراوند جلاس اوباسيتي. لو عايز تعرف في مين ولا شمال فدي الناحية اليمين. هنا الليفر اهو بيبقى في الناحية اليمين. والقلب بيبقى ماء الاكتر زي ما احنا شايفين كده في ناحية الشمال اكتر. فدي اوباسيتيز برضو دي حالة كورونا. لكن في العموم التأثير بتاعه مش شديد. يعني الى حد ما الراجل ده حالته كويس. طبعا لو قلت لك قول لي رأيك خلاص انت شايف بقى يعني دي اكس رية هي. طبعا النومونيا مالية الناحيتين. وحتى الانجل مش باينة هنا ومش باينة هنا من كتر الانفلتريتز. ده مش بلورال افيجن طبعا دي انفلتريتز او نومونيا. فطبعا دي حالة كورونا الافكشن بتاعها جديد على الرئتين. لو جينا نبص على دي مسلا برضو هنلاقي ان فوق حتى يعني مش قادر احكم قوي لكن في هي فيها برضو انفلتريتز. لما كنا بنشوف البداية كان بيبقى الفاصل بتاع الرئة كان بيبقى واضح زي ده كده. لكن فوق مش واضح يعني انت شايف الدنيا بهتانة ازاي فده غالبا فيها انفلتريتز برضو. لكن لو نزلنا تحت كده نلاقي ان فيه وباسيز هنا كده. وهنا. والموضوع هنا بدء يعني يزيد. كل منزل لتحت الموضوع يزيد. طبعا ملناش دعوب ده. ده الحجاب الحاجز لكن اللي حواليه كل ده بدء تعتم الرئة وبدل ما هي سودة تبقى الاقرب الى الابيض. زي ما احنا شايفين كل ده برضو دي حالة اه لحالة كورونا. فانت لو شايفين فوق الى حد ما معقول الرئة سودة هي. لكن تحت بقى الدنيا بدء تزيد. زي ما انت شايف على في النحيتين. وبدء تزيد 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 لحد ما تحت خالص خلاص. بشكل كبير جدا جدا جدا. الموضوع طبعا سيء جدا في الحالة. بعكس حالة زي دي مسلا لو جيت تبص عليها تلاقي ان في حتة معينة. الحتة دي مسلا زي ما احنا شايفين. الناحية التانية معقولة. الى حد ما بسيط هنا كده لكن الناحية الشمال دي هي اللي فيها اكتر. لكن مش زي اللي فات. مش زي دي مسلا زي ما انت شايف. حالة زي دي لما تبص لها من بعيد كده هتقول ان هي نورمال. الطبيعي واضح واللي مش طبيعي. يعني ما تبص كده تلاقي الدنيا لا الدنيا هنا كويسة الحمد لله زي ما انت شايف لو تكبرنا شوية. انا مش شايف حاجة خالص بصراحة. ده بداية الحجاب الحاجة زي ما احنا قلنا في الناحية اليمين. اهو كل شوية بيجبر اهو. ويبدأ يزهر الايه? في الناحية اليمين. لكن انا شايف ان الحالة كويسة كويسين اهو زي ما احنا شايفين. طيب قول لي رأيك انت بقى في الحالة دي. نورمال ولا مش نورمال? طبعا مش نورمال. والانفلتريت سماليا. الموضوع طبعا واضح جدا. والحالة افكتت بشكل كبير. ودي طبعا حالة كورونا. ما تبص على دي مسلا برضو الحالة دي غالبا طبيعي. برضو بص كده من فوق يعني انا مش شايف حاجة دي كويسين لانهم اسود الفاصل برا الجوة ما فيش هل دي باتشيز ولا لأ برضو هنختلف بس غالبا دي مش باتشيز دي ممكن يكون عادي يعني مش منظر اللي بنشوفه. اه ده بداية الحجاب الحاجز اهو بدأ من اول هنا يزهر زاد هنا زاد زاد وهكزا وانت ماشي. وهنا بداية الحجاب الحاجز التاني. لانه في اليمين بيكون اعلى شوية من الشمال. فانا شايف ان دي طبيعي. انا شايف ان السي تي دي طبيعي. وفي النهاية احب اشكركم. ما تنساش اشترك في القناة واعمل لايك وشير. شكرا لحضرتكم.